وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد السيد حليل مدفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية أن البدء بالعمليات التشغلية في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي سيكون له مردودات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتعزيز العديد من القطاعات سيشكل البدء في العمليات التشغلية لمطار البحرين الدولي اليديد إضافة نوعية ومردوداً اقتصادياً إيجابياً عبر تعزيز ودعم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بما من شأنه أن يخدم القطاع السياحي في المملكة إلى جانب زيادة التبادل التجاري للبحرين مع دول العالم على حد سواء وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن حجم المطار اليديد أكبر بأربعة ضعاف من المطار السابق فالزيادة الكبيرة في الطاقة الاستعابية بلا شك سترفع من قدرة المطار لاستقبال الزوار والسياح إلى البحرين وهو سيساهم أيضاً في زيادة استقطاب السياح بصورة مضاعفة وينعكس بالتالي على تحقيق المزيد من الانتعاش للقطاع السياحي وأيضاً من المتوقع أن المطار سيوفر للسياح تجربة مريحة كونه قاماً على أحدث التكنولوجيا المتقدمة في المرافق والخدمات المميزة ويحسب على معايير مواصفات الجودة التي تخدم حوالي 14 مليون زائر وسائح سنوياً ومن ناحية أخرى فأنا نرى بأن من شأن زيادة الطاقة الاستعابية للشحن البضاع في المطار اليديد أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري وطبعاً سينعكس بالإيجاب على تطوير المكانيات التنافسية للقطاع الخدمات اللوجستية بالبحرين القائم على مراكز ومناطق متقاربة جغرافياً تقدم خدمات ذات مستوى متقدم بحسب المعايير الدولية إلى جانب توافر شبكات المواصلات المتطورة التي تربط مرافق الخدمات اللوجستية جميعها ومن ضمنها المطار اليديد علماً بأن حجم التجارة البحرينية الخليجية بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 بما يشكل حوالي 25% من حجم تجارة البحرين مع العالم كما بلغ حجم البضاع التي تم شحنها إلى البحرين أكثر من 291 ألف طن في سنة 2020